ملاح البطاطس السوداني بالدمعة وكمان مسبك لكن الليلة أنا هعمل إليكم بنكهة يونانية أجمع الثقافة السودانية مع اليونانية لأنه المبخ اليوناني اشتهر كثير في السودان من حتى قبل ما أنا أتولد في السبعينات أول حاجة ببشر بصلة كبيرة الحجم يعني مبشورة كده ناعم وهنا عندي طمط ماية كبيرة الحجم وهي الفاين توماتوس معها خمسة يعني من التومات أو التوم وثلاثة قرن شطاء اختياري لو ما بتحب بحار ما تضيفه الشطاء الخضرة عندي هنا اللحمة وهي الضاني من الضلع ونار الضلع بحصر على اليمون بخلاف المصفى تصفي السوائل بتاعتها في حل التور دفطة ملعة كبيرة من السمنة وملعة كبيرة من زيت الزيتون والمستيكة مهمة عودة الجرفة اللومي الحبهان وورق الغار بسخنهم كده وهنا صفيت يعني السوائل وبصدم اللحمة بحمرها لحد ما تغير اللوم بتاعها تماما وبعد ما غيرت اللوم بتاعها ببتدت نزل السوائل بضيف البصلة المبشورة ولما بتدبل معايا البصلة ضفت ملعقتين كبار من الصلصة وبعد كده الطماطم البشرنة وهنا البهارات حتكون الملعة لزوبكم ملعة كبيرة من ملحة ملعة كبيرة من الفلفل الأسود ملعة كبيرة من بابريكا ملعة كبيرة من البهار اليوناني أوريغانو ملعة كبيرة من الفلفل الأحمر التركي الاسمو بيل بيبر بضيف ليه لتر من الشربة بدخله فرن ساخن درجة حراب 180 بتقعد لمدة 35 بعد ما اللحمة كده قربت تستوي بضيف البطاطس بدخله مرة أخرى الفرن من غير الغطا بيقعد يعني تقريبا من 20 ل25 أوم ألاقي البطاطس كده استود وده ملاح البطاطس بالدمعة السوداني واليوناني وتعلمنا كثير من اليونانين وإن شاء الله الفيديو يطلع اكسلور ويسلم مليون ويعجبكم الوصفة